قرية ود بالي ببلدية ود الأبطال في ولاية معسكر تهتز على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها تلميذ حنان صاحبة الثمانية عشر عاما التي عثر على جثتها مدفونة بمكان معزول بدوار شوات نيق بعد قتلها بطعانات خنجر على مسوى صدر فالتلميذ التي ينتظر الشياز وامتحان البكالوريا هذا العام خارجت صباح يوم سبت متوجهة لثانوية كعادة هاق لتلقي دروس الدعم غير أنها لم تعد هذه المرق اختفت من السبت الصباح حتى لحد الأشياء وقيتها مردومة في حفرهها بنتي حتى قرأة ما طريق ما وصلت لقرأتها ما فهمت بنت كيلة لدعوتها ما فهمت أهل حنان وزميلاتها في الدراسة وسكان القريق على وقع سدمق والمناسبة فرصة لتجديد مطلب بتنفيذ حكم الإعدام فرنا رايحين بهذا الشيء ونناشد السلطات نناشد الدولة نطالب بالإعدام نطالب الوزارة بتوفير الأمن لخلق جود دراسي لكل تلاميذ فيجب على السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة صارمة نحن نطالب الدولة بالاستفتاء باستفتاء وطني وطني على قانون الإعدام والسلام عليكم هذا والتحقيق لا يزال متواصل بخصوص ملابسات الحادثة التي دخلت أسوار قرية لم تطأها من قبل أقدام الإجرام ترجمة نانسي قنقر